في حي الشعب الدباء وسط مدينة تعز ارتكبت ميليشية الحوت والرئيس المخلوع جريمة جديدة راح ضحيتها ثلاثة شهداء وأكثر من عشرة جرحى معظمهم من الأطفال إذ لم يعد ذلك جديدا بالنسبة لمدينة تستيقظ وتغفو على هذه الجرائم مجزرة الشعب الدباء هي كارثة إنسانية العالم كله صمت عنها للأسف عكومة الشعرية صمتت عنها تعز تعاني مجزرة تلو المجزرة لا أحد يستقيب لا أحد ينظر إلى هذه المحافظة هذه المحافظة الآن تعيش كارثة صحية إنسانية أخلاقية دون أن يلتفت إليها أحد تحكي تفاصيل هذا الحي الذي يقع شرق المدينة وعلى مقربة من خطوط التماس عن مسلسل القصف والاستهداف اليومي المتواصل من قبل ميليشيا الحفظ وصالح وهو الأمر الذي ضاعف من أعداد الضحايا المدنيين بين شهيد وجريح نحن بصفتنا في خطوط التماس مع القصر والأمل المركزي نحن دائما نتعرض أول شيء للقنص والقضايا في الهاون باستمرار وهذه ليست أول قريمة لكن هذه أبشع قريمة حصلت في الحي حصلت قد قبلها عدة قرائم راح في عبد الرب الدباني ومجموعة ناس ومرة هنا واحدة حقا من ريمة وقنص قد قنصوا علي أبني وبنتي وأبني مرة هنا ثاني مرة قد قنصوها أنور وعدة أناس في الحارة مش قولي لحوالي ثلاثمائة حالة اللي هي قرحة بالنسبة للقرحة من قولي القتلى مش قلتنا أننا نحن قطل التماس وإننا روح يا أخي ما حد يخرج من بيته المشهد المعتاد الذي ألفه الناس هنا يتجاهله العالم بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تبدو غائبة عن هذه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين الأمر الذي وسع من شهية عناصر الميليشيا الإنقلابية المفتوحة لارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات بحق السكان هنا حيث نقف في قلب هذا الحي الذي تعرض للقصف لا شيء سوى الخوف ورائحة الدم تنبعث من الأرجاء بعد أن عاش السكان ساعات عصيبة فيما يؤكد أغلبهم أنهم لن يغادروا منازلهم هنا كما يقولون خلقوا وعاشوا فمن يملك الأرض يسترخص دمه من أجلها فإما أن يعيش بكرامة أو يموت واقفا عليها حمزة أمين قناة بلقيس تعز